وده خبر يمكن ليه سوصلنا حالا ده بيان صدر من نادي سانداونز طبعا بعد على خلفية تأخر وصول اوتوبيس النادي الاهلي لملعب المباراة انه نادي سانداونز طلق معلومات بخصوص الملابسات والحادث الذي ادى لوصول الاهلي متأخرا لملعب المباراة ملعب افن بي بجنوب افريقيا وبدأ سانداونز مباشرة تحقيقا واسعا واتصل ايضا بشرطة جنوب افريقيا الوقوف على الحقائق والظروف التي ادت الى تأخر الوصول النادي الاهلي وانه البيان بيقول انه نادي مامالي دي سانداونز سيتخذ اجراءات تقديبية صارمة بما في ذلك مع المشجعين غير المسؤولين من حضور المباراة المستقبلية واذا كانت شكاوى الاهلي مبررة بشكل واقعي وسانداونز لديه واجب والتزام ضمان معاملة الاهلي واي نادي كرة قدم اخر يستضيفه بالاحترام والمبادل وفي الاخر طبعا يعني وطبعا ده شيء لن يؤثر ولن يغير من الامر الواقع شيء لكن في النهاية اعتقد ما كانش يعني وصول النادي سانداونز عموما يعني اعتقد انه جنوب افريقيا ملهاش اي ناس محترمين بالزبط كده يعني في بعض الدول بنروحها بنعرفين ان يبقى فيه ممكن يبقى فيه شغب حالة ترصد للعيبة استفزاز في بعض الاوقات واوقات كتيرة حصلت بيبقى فيه اعتداء على اوتوبيس الفريق لكن عمرنا ما شفنا حاجة زي كده في جنوب افريقي اشتركوا في القناة